يعني ماذا متحف؟ أعتقد أنه اللعب لي ما عندهش نادي وما زل مفصلش في المصير تاعه مع نادي اللي ربما رح يكون فيها أعتقد أنه ما هوش ممكن أنه يكون في الفريق الوطني الفريق الوطني ضمن لعبين اللي عندهم جهازية اللي عندهم مباريات في رجلهم والناخب الوطني يقدر يعتمد عليهم في المنافسات الإرائي الإرائي جي ولو أنه ما فيش منافسة رسمية تبقى إلا المنافسات الودية لكن أعتقد أنه غياب هذا التولاتي أكيد ربما كان من بين اللاعبين اللي كان يعتمد عليهم في التشكيلة الأساسية لكن أعتقد أنه اليوم خاصة وأنه جمال بالماضي ربما رح يسعى ليعادة النظر في استدعاء اللاعبين آخرين لتمثيل الرأي الوطنية خاصة وأنه تنائي أو المنتخب الوطني غير معيني بالمونديال نهائيات كأسمهم أفريقيا بعيدة جداً أقل من عام يعني تسعة أشهر على الأكثر تقريب تقريب هاي ذاك عام ربما راح يستغني على هاد تولاتي حتى ربما الفصل في قضية هاد اللاعبين نهائياً وربما إن شاء الله بلك في الأيام القادمة راح يوجدوا نوادي لكي يمضيوا فيهم نظل أنه قرار قرار هادي ومراهوش قرار المشحف في حق هذا اللاعبين ربما أن المركات في أوروبا أغلق أبو أبو شرمسطان نعم أكيد أكيد ربما المركات كما تقول أغلق لكن يبقوا اللاعبين بدون عمل والفيفا دائماً تعطي أولوية للعبين بدون عمل لكي يوقعوا في أي نادي راح يكون لهم إمكانية في توقيع في أي نادي محتاج إلى اللاعبين هادو